سيدنا يعني يفتك بتقول استنارة زهن ودايما في كل موضوع بنتكلم فيه في حاجات عن تفكيرنا في الأمور المتعلقة بالله العقل أحيانا بيقف عاجز لكن دايما بنقول بالإيمان نفهم زي ما يعني يفتك دايما بتعلمنا والبعض يمكن بيشوف كتير من العلماء اللي أصروا لهم يدرسوا ويعرفوا ويوصلوا فيهم الألحد وفيهم اللي حاسس أنه وصل لمرحلة أنه مش فاهم رغم أنه كان بيدور على الله هل ده سببه لأنه ما كانتش معاه الإيمان أو طلب الحكمة والاستنارة أن يفتك تكلم عنه قديس أغسطينوس قال إيه أؤمن لكي أفهم وأفهم لكي أؤمن الاتنين يوصلوا على بعض يعني فيه إنسان يبدأ بالتفكير فيصل للإيمان وفيه إنسان من الإيمان يصل إلى المعرفة فالاتنين يكملوا بعد لو ملتحفين بالإتضاء أو الرغبة في الوصول إلى المعرفة أنت عارف أحيانا أنا بحس المحد بيناقشني واحد عايز يقاوح وواحد عايز يفهم آه فاللي بيقاوح تلاقيه مهما الواحد جاب له إثبتات وبراهين ويبسط له في المعلومة بيقاوح هو مش عايز يعرف هو عايز يقاوح خلاص أنا فهمته وفيه واحد عايز يفهم فممكن جدا يسأل أسئلة بإلحاح ومتكررة وكل حاجة بس هو عايز يفهم ولو مش مقتنع يقول مش مقتنع طبعا هو عايز يفهم ودي بتفرق بين إنسان وإنسان اللي بيقاوح اللي هو عايز يناقد ويجادل ويمنع الفهم حتى لو الحاجة واضحة قدام صحيح فهنا فيه ناس عندهم النعمة دي الاستنارة دور عليهم دور يستنيروا من الله وينورونا بالضبط وده اللي عملوا الأباء والأنبياء واللي عملوا أباءنا في تاريخ كنيسة اللي هما شرحوا لنا الإيمان ليه فيه واحد بيوعز واحد بيسمع لأن ربنا قدى معرفة الإنسان من خلاله بيعرف البشر ليه الصفات يا سيدنا الأنبياء أو الأشخاص اللي ربنا بيختارهم وبيديهم النعمة دي يعني احنا شفنا منهم ربنا كان بيختار جهلاء وضعاف مش متعلمين يعني ايه الصفات اللي بيشوفها فيهم دون عن غيرهم يقول انتوا هتعلم الأمانة يعني شوفي معلمنا بوليس يقول اختار الله جهل العلم ليهز الحكماء اختار الدعفاء ليخز الأقوياء واختار المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود يعني الله مش محتاج كفاءات علمية لكن محتاج قلب أمين في القلب الأمين يملاه ودائما انا بقول العبارة دي اللي بقتبسها من اسم تسيام الرسل ملقاهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية جابهم كده أواني فضية تماما صيادين سمك وملاهم بالمعرفة والفه والحكمة عشان كده قدروا يوصلوا الإنجيل وده أنجح الجيل في القرازة والخدمة يعني أباء الرسل شيء مبهر للعقل إزاي هم أواني ضعيفة قدروا ينشر المسيحية في العالم بصح يعني لا فيه خطأ عقيدي ولا فيه خطأ لهوتي ولا تعليم بوتروس غير بولس كل مية واحدة رغم أن ضعفاتهم كانت مختلفة لكن الرب تعامل مع ضعفاتهم وملاهم زي ما نقول ملاهم بالمعرفة لأن هم كانوا فضيين لو هو جاب ناس أساسا عندهم معرفة هيتفلسفوا علينا صحيح ويفهمون الثلوس مثلا بخلفيتهم الثقافية في كل واحد ليه شعر حقير الثاني لكن جاب ناس يعني سمحيني في التعبير على البلاطة ورح ملاهم بالمعرفة وهم كانوا أماناء ونقلوا كما قال المسيح اللهم علموهم جميع ما أو سيتوكم به فنقلوا المعرفة بطريقة أمينة واضحة وبولس الرسول قال لتلميذ وتميثاوس ما سمعته مني بشهود كثيرين أو دعه أناسا أمناء يكوننا أكفاء أن يعلموا آخرين أمناء الأول أمناء الأول والكفاءة ربنا بيدها لهم بالضبط فينقلوا الإيمان صح